منتخب الشباب العراقي بقيادة عماد محمد يواجه نادي مستريخت الهولندي اليوم الأحدى أجرى منتخب الشباب آخر وحداته التدريبية اليوم قبيل ملاقات نادي مستريخت الهولندي الذي يحتل الترتيب الثالث في دور الدرجة الأولى الهولندي اليوم عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت العراق في معسكره المقام في مدينة أنطالية تركية استعدادا لنهائيات كأس آسيا للشباب ذار 2023 الوحدة التدريبية صباح اليوم شهدت مشاركة جميع اللاعبين دون استثناء من بينهم المحترفون شيربل شمعون وآدم رشيد ومهيب خلف التدريبات تركزت على بعض الأمور التكتيكية والتطبيقات الفنية داخل أرضية الملعب والتي يجب تطبيقها من قبل اللاعبين مستقبلا وكذلك في مباراة اليوم أمام الفريق الهولندي وضرورة العمل على إنجاحها هذا وقام الجهاز الفني بإلقاء محاضرة فنية مساء أمس بعد مشاهدة مباراة منتخبنا مع تركيا وتحليلها فنيا للوقوف على أبرز الملاحظات التي سجلها الجهاز الفني وضرورة تلافيها مستقبلا يذكر أن منتخب الشباب سبق أن خاض مباراتين في معسكر أنطاليا فاز في الأولى على فريق نادي لانياس بور تحت عشرون عاما بستة أهداف مقابل هدف وتغلب في الثانية على منتخب تركيا للشباب بهدف مقابل لا شيء ضربة موجعة لنادي الشرطة الإصابة تبعد السورية محمود المواسع عن مباراتي الديربي أمام الطلبة والقوة الجوية الاتحاد الخليجي لكرة القدم يدرس حاليا تأجيل بطولة كاس الخليج خمسة وعشرون المقرر أقامتها في مدينة البصرة جنوب العراق ألا نهاية العام المقبل بعد أن قدمت خمس اتحادات مشاركة طلب تأجيل البطولة وجعلها تحضيرية وقريبة من موعد انطلاق كاسيسيا